السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بنشر المزيد ان شاء الله تعالوا بنا نعيش في رحاب فضل اية الكرسي الاية الاعظم في القرآن الكريم الاية التي اعتبرها الحق سبحانه وتعالى الشرف اية في كتابه جل جلاله اية بها خمسون كلمة وفي كل كلمة خمسون بركة اية جمعت اكتر من سبعة عشر اسما من اسماء الله الحسن فيها من الاسرار والاذكار والبركات والاشراقات ما الله به عليم تعالوا بنا نقفوا وقفة تأمل وتدبر في معاني اية الكرسي يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تعالوا بنا ايها الاحب الكرام نتأمل في هذه السورة هذه الاية اية الكرسي نزلت ليلا حينما نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في جوف الليل وكما تعلمون فان القرآن الكريم بعض ايته نزلت بالنهار وبعضها نزل بالليل والبعض الاخر نزل بالسفر والبعض الاخر في الحضر كل اية نزلت في موقع ومكان وظروف معينة وبحسب الظروف والمكان تبدو عظمة وجلالة الاية هذه الاية هي نزلت بالليل وهي تعطى لاصحاب قيام الليل الى الفضلاء والكرماء والصلحاء هذه الاية حينما نزلت خر كل صنمين في الدنيا في هذه اللحظة كان العالم باسره يفتقد الى عقيدة التوحيد العرب كانوا يعبدون الاصنام والاوتان والروم والفرس وغيرهم من دول العالم كانوا يعبدون عقائد شتى الثانوية واشكال والوان من العقائد وكل منهم يتخذ صنما اوتنا فحينما نزلت آية الكرسي على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خر كل صنم في الدنيا وقيل بان ملوك الارض وكل ملك له تاج فوق رأسه خر التجان ملوك الارض من فوق رؤوسهم بل وان الشياطين لما سمعت هذه الايات خشيت وصاحت وبكت وندبت لان هذه الايات تحرق الشياطين وقد جاء في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بان النبي الكريم وكله على زكاة رمضان في بيت المال فكان سيدنا ابو هريرة يدخل الى بيت المال ويجمع الزكوات ويصنفها فيها مال وطعام وشراب ولباس ومتاع يوما ما دخل الى بيت المال فوجد بان هناك شخصا غريبا قد دخل فسأله ابو هريرة متعجبا كيف دخلت ومن اين دخلت ووجده يسرق عنده في حجره طعام واتمار فقال ومت تفعل قال ان لي عيال وانني فقير وانني محتاج ان اطعم عيالي فابو هريرة لما رأه على حاله اشفق عليه وقال سماحة انصرف ولا تعود مرة ثانية فانصرف الرجل وبعد بضعة ايام دخل ابو هريرة على عادته الى البيت بيت المال ليقضي بعض الحوائج فاذا به يرى نفس الرجل قد دخل مرة ثانية الى البيت الى مركز المستودع حيث يضعون الامتعة وجده يسرق مرة ثانية فسيدنا ابو هريرة اغتاض منه وغضب وامسك به وقال له الم تعيدني انك لن تعود بعد تلك المرة فبدأ الرجل يبكي ويستعطف وقال ان لي عيال وانني محتاج فسيدنا ابو هريرة اشفق عليه وقال لبأس ثم بعد ذلك سامحه وما هي الا اي معدودات دخل ابو هريرة للمرة الثالثة على غير عاهدته فاذا به يجد نفس الرجل يسرق هذه المرة ابو هريرة قال له سامحتك الاولى وسامحتك الثانية اما الثالثة فلن اسمحك فطلب منه العفو وطلب منه ان اترجاب فابو هريرة امتنع فقال له الرجل الا ادلك على شيء اذا سمعته قد تسمحني قال ما هو قال ادلك على شيء اذا اويت الى فراشك فقرأ اية الكرسي فانه لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح اقرأ اية الكرسي سيكون عليك حافظ من السماء لا يقربك شيطان ولا جن فتعجب ابو هريرة من منطق هذا الرجل هذا صارق ويقول كلاما عظيما ومن اجل هذا الكلام العظيم اطلق صراحه وعاد ابو هريرة الى المسجد فلما التقى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا هريرة ماذا فعل صاحبك بالبارحة قال وما يذكر رسول الله قال البارحة كان عندك رجل وكلمته وكلمك قال اي نعم يا رسول الله ولقد قال كلاما غريبا انه صارق ومع ذلك قال كلاما غريبا قال لي الا اعلمك شيئا اذا اويت الى فراشك فقرأ اية الكرسي فانه لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم او تدري من يكون هذا الرجل هل من قال انه الشيطان الشيطان ثم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقك وهو كذوب فالاصل فيه انه كذاب ولكن في هذه النقطة صدق هنا قال العلماء بان من يقرأ اية الكرسي يكون عليه حافظ من الله جل جلاله هذه الاية بدأت باسم الله لا اله الا هو بدأت باسم الجلال فرفعها الله تعالى رفعة عظيمة حينما ابتدأها باسمه العظيم وفي النهاية نهايتها مدى جاء فيها العلي العظيم فالنهاية جاءت باسم الله تعالى بالعلوم وبالعظمة وهي بذلك ذكر العلماء انها ترفع كل من يتمسك بها كل من اراد الرفعة كل من اراد ان يكرمه الكريم ما عليه الا ان يقرأ اية الكرسي يرفعه الله بها مقاما عالية كل من قرأ اية الكرسي وتعلق بها واستمسك بها يحفظه الله تعالى بحفظها اياه هذه الاية حينما نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بان من حفظها ومن عالم معانيها وعمل بمقتضاها فانها تعطيه من الخيرات والبركات ما الله به عليم لان هذه الاية قال فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند العرش هذه الاية يعطيها المولى سبحانه وتعالى لسانا ويعطيها شفتين وتقدس الله جل جلاله عند العرش هذه الاية كل من قرأها الا ويعطيه الله من الخيرات مثلا من قرأها في بيت كان البيت فيه غمة او كان فيه سراع بين افراده او كان فيه ارواح خبيتة اذا قرأت هذه الاية على اركان البيت الاربعة فان الله تعالى يحصنه هذه الاية ايضا كل من قرأها على الاطفال الصغار فان الله تعالى يحفظهم ببركتها ونورها ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اكد على قراءتها عقب كل صلاة مكتوبة كل صلاة مكتوبة حينما تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما ان تقول السلام عليكم السلام عليكم وتستغفر الله تعالى ثلاثا وتذكر الباقية الصالحات تقرأ اية الكرسي عقب كل صلاة مكتوبة وقد ذكر النبي الكريم في فضلها ان من صلى صلاة مكتوبة وقرأ اية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت وكأنه مبشر بالجنة هذه الاية نقرأها عند مواجهة الاخطار انسان وجهة اخطار اما من الانس واما من الجن واما من الحيوان واما من الزمن وغلاء الزمن وهم الزمن اذا وجهت اخطار اقرأ اية الكرسي فان الله تعالى يدفع بها المشاكل والصعوبات التي تعترض سبيل الانسان هذه الاية ايضا تدفع الحسد من كان منظورا يتتبع بالانظار ويحسد ويصاب بالعين ما ان يقرأ اية الكرسي حتى يحفظه المولى جل جلاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل صحابته الكرام عن فضل بعض الصور وكان ممن يهتم بالقرآن الكريم كثير هو ابي ابن كعب كان رجل حفظ وكان يبحث عن اسرار القرآن الكريم سأله مرة قال له يا ابا المندر اتدري اي اية في كتاب الله تعالى معك اعظم قال الله ورسوله اعلم فقال له لعلها اية الكرسي فضرب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على صدر ابي ابن كعب وقال له والله ليهنك العلم يا ابا المندر يعني اصبت الجواب الصحيح الجواب الصحيح هو اعظم اية في كتاب الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم وقد ورد في بعض الاحاديث ان اعظم اية في القرآن اية الكرسي وسيد القرآن ما هو سيد القرآن هو البقرة وسيد البقرة اية الكرسي فتعالوا ايها الاحب الكرام نتأمل في مضامينها يقول الحق سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو الله الله اسم الجلال قيل بان الاسم الاعظم لله تعالى هو اسم الله وهذا الاسم لم يتسمى به مخلوق من قبل ولن يتسمى به مخلوق من بعد لان اسم الله اسم جلال متفرد وقد صرف الله الخلق كلهم على ان يسموا انفسهم باسم الله هل يستطيع احد ان يسمى نفسه الله يحترق يدمر يخرب الا الحق سبحانه وتعالى فنسمى عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد اللطيف اذا دكر يقرن باسم العبودية فالله اسم خاص بالله جل جلاله ثم يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم الحي القيوم ما معنى الحي الحي يعني ان كل ما في الوجود يموت الوحيد الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى كل ما في الوجود له بداية وله نهاية والله تعالى ليست له بداية ولا نهاية لانه خالق الوجود اول قبل الوجود اخر بعد الخلود متلق عن الحدود سبحانه وتعالى الحي القيوم القيوم يعني يقوم على شؤون الخلق هو الذي يقوم على شؤون الخلق كلهم هو الذي يطعم ويسقي هو الذي يرفع السماء أن تزول هو الذي ينزل المطر هو الذي يأمر الشمس بأن تشرق في الوقت وتغرب في الوقت هو الذي يأمر البحر بعملية المد والجزر هو الذي يأمر الأجنة في بطون أمهاتها هو الذي يفعل كل شيء قيوم بشؤون الخلق كلهم الإنس والجن المؤمن والكافر والحيوان والنبات والجماد الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ربنا عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى ولا تأتي حتى ذلك التعب السنة هي ذلك التعب الأول الذي ينتاب الإنسان من العياء والذي يكون قبل النوم مرة يقال بأن سيدنا موسى الكليم تكلم مع الله جل جلاله قال يا ربي ألا تنام ألا تنام فكان جواب الحق سبحانه وتعالى أن قال له يا موسى خد قلتيني في يمينك والشمالك قال له بعد ذلك ابقى واقفا يا موسى ومنتبها فسيد موسى نفذ الأمر وأخذ قربة من الماء في يمينه وقربة أخرى في شماله وبقي هكذا واقفا منتبها وبعد ساعات شعر بالتعب وشعر بالعياء وجاءته السنة السنة من النوم ذلك النوم الذي اكمع وفي لحظة سيدنا موسى عليه السلام سيأخذه النوم وتسقط القرب من يديه وتتكسر ويقفز فقال يا الله فأجابه الله تعالى يا موسى إن نمت أنا فمن يمسك السماوات والأرض أن تزول الله تعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول لو لاه لازالت الشمس والقمر والنجوم والكواكب لاصطدمت الكواكب فيما بينها وهذا سيقع في يوم القيامة يوم القيامة سيقع هناك ما يسمى باستضام الكواكب وانفجار الكواكب وهذه مقررة علميا وفي القرآن الكريم في سورة التكوير يتكلم الحق سبحانه وتعالى فيقول إذا الشمس قورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الجبال سيرت هكذا مظاهر الكون كلها تتغير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخده سنة ولا نوم كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يتساءلون عن اسم الله الأعظم سيدنا النبي كان يقول لهم بأن الله تعالى له اسم أعظم من دعا به أجاب وإذا سئل به أعطى فقالوا يا رسول الله ما هو هذا الاسم كاد النبي الكريم أن يخبرهم بحقيقة هذا الاسم لكن مخافة أن يستعملوه في أغراض أخرى فلما رأى بعض فقهاء الصحابة ومن بينهم ابن عباس رضي الله عنه وجده ملحا يبحث عن حقيقة الاسم الأعظم فقال لهم وكان لعباديل عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغير عبد الله بن رواحة يشتمعون فقال لهم التمسوه في سور ثلاث في البقرة وآل عمران وطاها إذا أردتم أن تعرفوا اسم الله الأعظم التمسوه في هذه السور الثلاث قال ابن عباس فذهبت أبحث في البقرة وآل عمران وفي طاها فوجدت اسم الله الأعظم مشتركا وهو قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم يتكرر في البقرة هنا في آية الكرسي ويتكرر في أول سورة آل عمران ويتكرر في وسط سورة طاها إلى أن يقول جل جلاله له ما في السماوات وما في الأرض الله هو الملك يملك كل شيء يملك الأرض والسماوات وما فيهما ما المقصود من السماوات ليس هو الغلاف الجوي وإنما السماوات السبع وفوقها عوالم لا حدود لها يملك كل شيء له ما في السماوات وما في الأرض فلا أحد يملك شيء الملك لله والبقاء لله والعطاء من الله والمنع من الله وكل شيء لله قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ومن ادعى أنه يملك شيئا قل له أن يمنع عن نفسه الموت وقل له أن يحمل معه متاع إلى القبر لن يستطيع أحد من ذلك فالملك لله والخلق خلق الله والعطاء من الله له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ربنا عز وجل وضع الشفاعة كما وضع الرحمة من تلقاء نفسه وضع الشفاعة لبعض خلقه لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا بعد أن يأخذ الإذن من الله جل جلاله أول المشفعين الذين يشفعون هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال عن نفسه أنا أول شفيع وأول مشفع هو أول من يشفع يوم القيامة لألخطات من الأمة الإسلامية للمدنبين من أمثالنا يشفع لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يأدى له الله تعالى في حديث الشفاعة أن الناس يبحثون من يشفع لهم يذهبون عند آدم ويدهبون عند إبراهيم ويدهبون عند نوح وعند موسى وعند عيسى وغير من الأنبياء يقول إشفع لنا عند الله لا أحد يستطيع أن يشفع كل منهم له زلة أو له خطيئة فيبقى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيؤدى له فيسجد بين عرش الرحمن سجودا يليق بجلال الله وكماله ثم يفتح عليه من المحامد والتسبيحات ثم يقول له الله تعالى يا محمد ارفع واشفع تشفع فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يعطي الله تعالى الإذن للشفعة فيشفع الأنبياء ثم يشفع الأولياء ثم يشفع العلماء ثم يشفع الأئمة ثم يشفع حفظة القرآن ويشفع الآباء لأبنائهم والأبناء لآبائهم ويشفع القرآن يقول ربي منعته النوم بالليل ويشفع الصيام يقول ربي منعته الطعام بالنهار وتشفع الصدقة يقول ربي لقد أخرجني من جيبه وهو محب لي وهكذا يشفع تشفع الأعمال الصالحة وتشفع الملائكة وكل من أراد أن يشفع لابد أن يأخذ الإذن أولا من الله تعالى كيفية حصول الشفاعة أن الذي يريد أن يشفع يذهب عند عرش الرحمن ويسجد لله تعالى ما شاء الله أن يسجد ويقول من المحامل والتسبيحات والاستغفارات ثم يعطيه الله الإذن إشفع تشفع وحينما يشفع الجميع يقول الله تعالى يا ملائكة مل لم يشفع بعد فتقول الملائكة يا ربنا قد شفع الأنبياء والمرسلون والملائكة والصالحون والقرآن والصلاة والزكاة وشفع نحن الملائكة فيقول الله تعالى من بقي فيقولون يا رب لم يبقى إلا أن تشفع فيشفع الله تعالى الشفاعة الكبرى على المخطئين من عباده ويدخل أعدادا منهم لا تعد ولا تحصى إلى الجنة بلا حساب من دا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله تعالى لطيف بالعباد وهو الخبير العليم يعلم كل شيء يعلم الظاهر ويعلم الباطن يعلم المتقدم ويعلم المتأخر ويعلم كل شيء الإنسان قد يخفي على الناس أسراره قد يخفي على الناس خطاياه قد يختفي ويتبرم من كاميرات المراقبة قد يتنصل من الأجهزة التي تقوم بالمراقبة والمحاسبة سهل جدا أن تفعل مثل هذه الأمور لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن أنك تنجو من مراقبته لأنه أقرب إليكم من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم فالإنسان إذا استشعر الرقابة الإلهية سيكون مواطن صالح وسيكون إنسان فالح لو كل واحد منا أخذ هذه الآية وعمل بمقتضاها وخشي الرحمن وعلم بأن الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما سرق منا أحد وما زن منا أحد وما ظلم منا أحد وما فعل فحشة منا أحد مادم الإنسان يستشعر مراقبة الله جل جلاله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الناس يحاولون أن يطلعوا إلى علم الله كثير في التاريخ قالوا نطلع على علم الله حتى فرعون قال ينهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى يريد أن يطلع إلى علم الله وبدأ أصابهم الله تعالى خر عليهم الأرض وخسف بهم الأرض لأنهم أرادوا أن يطلع على علم الله أن لهم ذلك حتى الإنسان المعاصر الإنسان المعاصر الذي يسمى في اللغة المعاصرة بالسوبرمان ما معنى السوبرمان الإنسان الذي لا يقهر الإنسان الذي امتلك العلم والذي استطاع أن يعرف كل شيء ولماذا يدع أن يعرف كل شيء لأنه يدع أن يتبع أسطورة بوتريموس عند اليونان يقولون بأن الشجرة المحرمة التي نهى الله تعالى عنها آدم حوى من أكلها ما حقيقة تلك الشجرة يقولون إنها شجرة المعرفة أن الله تعالى يخشى من المعرفة فالإنسان إذا تعلم المعرفة فإنه يستقل عن عطاء الله وكرم الله إذا تعلم وأصبح هو الذي يزرع هو الذي يسمع وهو الذي عنده السلاح يحمي بنفسه سيستغني عن الله إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى هكذا يظنون عبر التاريخ القديم وفي وقتنا المعاصر وحتى ما سيكون في المستقبل بعض الناس يظنون أنهم إذا اطلعوا على علم الله استوانوا عن الله هيهات هيهات علم الله تعالى لا حدود له الله تعالى علمه لو كان البحر مداداً لكلمة ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي بل ولو جئنا بسبعة أبحر ما نفذت كلمة الله لأن علم الله تعالى واسع لا حدود له ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء العلم الذي عندنا هو مجرد عطاء من الله ربنا سبحانه وتعالى فتحنا لنا أبواب وأعطانا بعض الفتوحات لكي نعلم كيف نصنع كيف نبني كيف نزرع كيف نشيد كيف نعمر كيف نسير وإلا فإن العطاء من الله والعلم كله عند الله والعلم أنواع هناك العلم الكسبي وهناك العلم اللدني هناك الظاهر وهناك الباطن بعض الناس قرأوا العلوم تبقى ظاهرية لو قرأت الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الطب وطبقات الأرض وطبقات الجو وعلم الطاقة والحسوب والاقتصاد العالمي كل هذا يسمى جزء من العلم الظاهر أين هو مساحات العلم الباطن علم الروح علم النفس علم الوجود علم أسرار الحياة حقيقة الموت حقيقة البعث حقيقة النشور ما الذي يقع لنا لما نموت ندخل إلى القبور ما الذي يقع في المستقبل أين كنا من قبل أن نخلق عوالم غيبية كثيرة الأمم الحضارات التقافات البائدة والتي ستحضر من جديد كل ذلك يعلمها الله تعالى علم اليقين ويسمع كل ما يقع ويرى كل ما يقع يسمع حتى ذبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على السخرة السلضاء سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمشاء وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي هو المقصود بالكرسي هنا هو منهم من قال لا تتصور أن الكرسي هو عبارة عن ككرسيين في تقافتنا أنه أريكا لها أربعة حوافر لا أبدا المقصود بالكرسي هو أساس الحكم لذي هو رمز الملك يعني أن الله تعالى هو الملك مالك الملك قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وهذا الكرسي يدل على السلطة المطلقة للألوهية والربوبية التي يتمتع بها الله سبحانه وتعالى وتشمل نفوذ الحكم يعني أن أحكام الله نافدة لا يستطيع أحد أن يعترض عن أحكام الله لا يستطيع أحد أن يستأنف أو أنه يذهب إلى النقد والإبرام أبدا أحكام الله تعالى نافدة نفاذ الحكم الإلهي وتشمل كل شيء تشمل الإنسان والحيوان والمادة وكل شيء وقيل سلطة الحق سبحانه وتعالى تشمل نفوذ العلم أنه يعلم كل شيء في السماوات والأرض لا شيء يخرج عن منطقة علمه ونفوذه لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا دون نفوذ الله تعالى والسماوات بيمينه قبضته يوم القيامة الله تعالى هذه السماوات التي نراها الآن بالملايين السماء ليس إلى غلاف الجوي الذي نراه فوقنا هذا غلاف جوي أما السماوات هناك السماوات السبعة وهناك الأجرام وهناك الآلاف والملايين من الكواكب تجمع في قارة كوكب تبانة نجم للتبانة يضم الآلاف والملايين الكواكب أكبر من شمسنا وأرضنا وقمرنا وبعد هذا الكوكب للتبانة نجم كبير هناك نجوم أكبر من التبانة وهي تعد بالملايين والملايين ولا حدود لها وتتمدد وتتوسع على طول حتى قال العلماء المختصون في علم الفلك أن الكون لا حدود له لا حدود له لأن تتمدد بالسرعة الضوئية بأعداد مذهلة فقرروا بأن الكون لا حدود له لهذا قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض هذا الكرسي قالوا بأن السماوات كلها والمخلوقات كلها في الوجود لا تمثل أمام الكرسي إلا كحلقة في فلات الحلقة هي بحلوة حد طنجة صغيرة كد تضع في الأدن وضعناها في فلات في صحراء هكذا هذا الكون كله اللي كنشوفوه لرب قل فيه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب تطوى هذه الكواكب وهذه العوانم والسماوات مطوية بيمينهم هذا الكون كله أمام الكرسي كرسي الرحمن لا يسوي إلا كحلقة في فلات والكرسي بنفسه أمام عرش الرحمن لا يسوي إلا كحلقة في فلات يعني لك أن تتخيل عظمة الخالق وتفهم ما معنى الله أكبر وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أن الله تعالى لا يتعبه أن يحفظ السماوات ويحفظ الأراضين ربنا لا يتعب ولا يعيى ولا ينام ولا يمكن له أن يغفل لأن الله عز وجل كل ما خطر على بالك فالله تعالى مخالف لذلك له الأسماء الحسنة فربنا عز وجل يحفظ المخلوقات أجمعين لا يؤده حفظهما الخطاب موجه لكل مخلوق يشعر بالضعف ويشعر بالتعب ويشعر بالألم ويشعر بالضياع ويشعر بالفقر ربنا عز وجل يبشرنا ويقول يا عبادي لا تخشو شيئا لا يؤده حفظهما ما دام الله تعالى لم يتعبه أن يمسك السماوات والأراضين وهذه الكواكب والنجوم أنت أيها المخلوق الضعيف أتظن بأن الله تعالى يتخلى عنك أتظن بأن الله تعالى يتركك لنفسك أبدا حاشا وكلا الله جل جلاله يحفظك الله جل جلاله يرفعك والله تعالى يحصنك والتحصين يكون بآية الكرسي ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم اسم مطابق لمضمون هذه الآية العظيمة العلي من العلو ليس فوقه شيء العظيم من العظمة يعني لا يقهر لا يقهر سبحانه وتعالى ولا يغلب ولا يهزم أبدا جل جلاله فالآية بدأت بإسم الله وانتهت العلي العظيم فيا أيها الأحباب الكرام أطلب منكم جميعا أن تحفظوا عن ظهر قلب مضمون هذه الآية الكريمة لأن فيها من الأسرار وفيها من البركات ما الله به علم إذا حفظتها تحفظك وإذا رفعتها ترفعك متى نقرأها؟ نقرأ أولا عند كل صباح حينما نستيقظ صباحا قبل أن نخرج إلى العمل قبل أن نستأتي أشغالنا نقرأ آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ عند كل صلاة عقب كل صلاة لما نسلم ونقيم الباقية الصالحات نقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة مكتوبة وكلما شعرنا بفزع ونحن في حياتنا نسير في الطريق في السيارة على أقدامنا نكون في اجتماع نكون في الأسواق نواجه أي خطر نكون في المحكمة أمام أجهزة أمنية أمام قطع طرق أمام أي خطر يهددنا يخيفنا اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ وحينما تخشى الوساوس وتأتيك الخيالات والأوهام إما من الجن وإما من الأمراض النفسية اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ وحينما تخلد للنوم في الليل آخر ما تقرأ من القرآن العظيم قبل أن تغمض عينيك وتغط في نوم عميق اقرأ آية الكرسي ربنا عز وجل يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حينما تقرأ هكذا عندك تأمين من الله عندك تأمين على نفسك وعلى زوجتك وعلى والديك وعلى أولادك وعلى مالك وعلى وظيفتك وعلى كل حركتك وسكناتك أنت مؤمن عندك تأمين أسيرونس من عند الحق سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ببركة آية الكرسي نسأل الله لواحد الأحد أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويجود علينا وإياكم بجوده السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة